اشتركوا في القناة شهد قطاع النباتات طبية وعطرية نوعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بسبب التنوع الطبيعي والجغرافي الذي يمنح المملكة مكانة مرجعية على نطاق عالمي في هذا القطاع يمتلك المغرب ثروة كبيرة من النباتات الطبية والعطرية حيث يوجد أكثر من أربع آلاف ومائتان نبتة طبية وعطرية مسجلة يتم استغلال أقل من ستمائة منها وتحتل المملكة المركز الثاني في العالم بعد تركيا كما نقلت صحيفة فيناس نيوس عن عبدالخالق فراحات المدير العام للوكالة الوغنية للنباتات الطبية والعطرية يبلغ الإنتاج الوطني النباتات الطبية والعطرية مائة واربعون الفطن سنوياً وهو ما يظل بوضوح أقل من إمكانات هذا القطاع تستخدم هذه المنتجات في مجالات مختلفة من حيث الصادرات يحتل المغرب المرتبة 12 في العالم بحجم 52 الفطن من النباتات الطبية والعطرية وخمس آلاف طن من زيوت الأساسية المستخرجة هذه المنتجات موجهة في المقام الأول لأوروبا والولايات المتحدة يضيف فراحات أهم النباتات الطبية والعطرية التي يتم تصديرها هي الزعتر وزيت الأركان والورد وإكليل الجبل والكماء والخروب يبلغ حجم المبيعات العالمية لنباتات العطرية والطبية 64 مليار دولار يتم سخدام أكثر من 35 الف نبتة في صناعات مثل الصيدلة والتداوي بالأعشاب والتنظيف بالإضافة إلى ذلك يمكن للمغرب تطوير القطاع من حيث الانتاج والتصدير من خلال تنويع منافذ المنتجات وخاصة في البلدان الأسيوية إذا عجبتك الفيديو فلا تتردد في المشاركة والتعليق إذا كنت أريد مقاطع فيديو أخرى من هذا النوع فترك لنا تعليقا في هذا الاتجاه وإذا كنت ترغب في محتويات جديدة أو صيغ جديدة فيرجى تحديلها أيضا في التعليقات إلى اللقاء